حلقة جيدة من السوشال ستار والنجمة الحلقة هو شاب برطجة بشكل عاثوي واحد الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي بيا فرتوتا أو زوين 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 وبالليلة ونهار تحول هاد الشاب بالشخصية معروفة إذن يلا هم عاية متعرفوا على ياسر هشير محببك معي يا سيغليش ياسر هشير في برنامج سوشال ستار كيف مشفنا في الروبورتاج انت من نجوم سوشال ميديا ونجم من ديل زوين 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 وكي قبل ما تولي زوين زوين وغيرنا نعافوك كيفاش دوسي الطفولة ديالك ومواهقة ديالك هاد غريناك سا ياسر هشير عندي دابة 25 عام حاصل علي شهادات الماستر في لفاك ديل ترقشتيتا كان خدم غير سبونساب سيغلي ووايب يالله حييتش من واحد الخدمة باش انه يبدل خدمة جديدة طفولة ديالي كانت عادية كإنسان اكبرت في حي شعبي في درب السلطان من بعد تحولت الحي مولا عبدالله هو فينكملت حياتي ودابة كان قطعا في مرنازي مع كأي طايفل ولد الشعب بش حتيتي ديكلا فيديو دي زوين زوين في الفيسبوك وش كنتي متوقع انه غدير هادا كلوبوس او انتا حتيتي ارى هكيك وطفقتي الصباح لقيتها ديت واحد ضجة كبيرة انا قبل من هاد الفيديو دي زوين 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 قضي لابو كنت دي جادر دي فيديو ولكن ما منجحوش بحال هاد الفيديو حت كنت كانش ببرتاج يوم عندي في ستوري ديالي انستغرام وفي سناب لابو كنت تكلح فيس بوك حيث فيس بوك هو اللي تشار في الفيس بوك وان شاء الله هاد دابة غيو لي بحالة قلتي غنتاقل من هواية الاحتراف هاد الابوز راها هو كين ان شاء الله هندير شي حاجة جديدة غتكون عبارة عن اغنية بالسيل حيث انا كنكتب كنكتب اغاني وكنكتب ما هادك شي اللي كنديرو را كنكتبه قبل من نا وكتبت واحد اغنية وخدمت بها مع واحد لغانجوغ ايوب والدم كناس را هو الاحتنا الموسيقى وان شاء الله غيو عبارة عن كليب وعلى هاد زي ما في المنبر ديالكم ان شاء الله هاد هو اللي اعلنش بانه وغي يكون ان شاء الله وان شاء الله جديد حصريا معانا ودبا ما خايفش انه انه هاد الشي الخدمة اللي غتديرها باحترافية وما تكونش ارتجالية ما تنجحش بزاف كيفما نجح زوين زوين غتنجح ان شاء الله وحنا شفنا انك دابة مؤخان والليس كتشاك ده زفن ما كتغني فيهم هادك الاغنية ديالك زوين زوين واش ده بقى كيفما قلت انت انا كتوجه اللونة هتكون واحد المنافسة بينك وبين مولين او لا لا مولين عنده صيل ديال وكيغني لعي طاو الشافي وانا قلت لك كان انا الاشياء اللي كنديرك يمزج ما بين دقة المراكشية اغاني ديالدقة وما بين ما هو مراكشي كينيش يحويش تاوما وما بين هادك ما بين اشنو عندي اناير ما بين اغاني اللي كتروج اغلبي ديالي اغلبي ديالي خدمش فيهم كنديرش عاجل يديالي نقدرون عاقول الكاشي ديالي يسيرش حال كيوصل في واحد الحفلة خاصة خمسة عشر الف دراء موقضات زع ما نقول لك اقل الكاشي لما كان شهده ما نخدمش هاده معا من كان معا اي زع ما كين انا مناتجره وليك يتفهم عن هذه القادية وقلت انت انا عندك انا باقاش للغناب برينا نسمعوك كتغني لينشي حاجة انا ديما كنسمعوك باقني زوين زوين انا غني اغنية شبابية تفضل غني لنا اغنية شبابية اهو خليني ايه نكمل لك سيد الجيج وحكم بالتالية يا راه هسرت لي القصة خلصتها غالية يا ودين هبي ديالي ورايد داني بعيد وعيد وحدي انا جيباد الله بيت دابا غدي نعطاك واحد مجموعة للأسماء دالناس اللي ساهماتشواوا بالصدفة في السوشال ميديا وقلنا عاقك فيهم سواء كانت انو مشوها زيما بتطاقة ايجابية او سيدية يوجد الأنواع دي اللي بيز يا كين ناس اللي باد بيز وكين اللي بيز دابع أنا عنا عتك وانتي يقول لي لي وانت عالك حرية في التعبير وتعطينا عايك فيهم يقولنا لك نيبة 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 دي الواحد تسيد مراك شي كي يقول فهم شي محتوى هذا واخا هو كيعيبوا على الناس ولكن أنا كيجيني هذا المحتوى مخدوم للا نعيمة للا نعيمة ممكن عالك ساري كول شنو كيبالك كذبك أنا ممتبعي هذيك الأغنية شفتها ولكن ما باش نقولك ممتبعها أنا أباغ قلت لك الشهرة رأى جسوي زعما وحد الإنسان اللي متقاري وواعي يعني كان ماشي غير كان نقام نقابل يوتيوب هذا التشهر هذا ما تشهرش هذا ماش فهم شي كان نقابل الكون ديالي انستغرام الأباغ ديالي فيسبوك ايه باش أباغ هذا الشي زعما رأى عندي خدمتي ما نقاش مقابل لنا عالي التشهر اليوم بقى نقوله آه ورات شهرة نحن نسولك على اكشوان اكشوان اكنوان اكشوان اكنوان اكشوان اكنوان هههههه ما تحطيني في مواقف ههههه شوة زعبنا شنون رأي ديالي في الشهرة دياله اه يعني السهل هذك البوز يدع عليه وماش ندعب معاك السهل على هذك الوجيس يدعب معاك البنج لعما باش ناخدو عليه شهر رو لشهرين وحنا ندعب على ماذا؟ ماذا؟ نحن نفوت هذا الفقه أنا لا أكرر هكذا تحوليني من الخانة من الناس التي قلتها وتجيبني في خانة الناس التي يزع ليس لك أن نقول أنهم خيبين الناس التي ستبني في شراء تبني لك أحد الكاغياء كيف ما أنا؟ عندي موهبة في المصرح يعني أكاديمي ليس لك شيء لا، شوف هما كينا نمجحنا نحن نعطيناك أسماء لذلك هي صدفة وكين كين عاوسيني أسماء تمامات شهو صدفة والذي استغلوا صدفة شهو عديلهم بطريقة مزيانة منهم إيكو منهم إيكو اللي هو توابان بهذا الفيديو حال هتشكل منهم سعد حسن منهم بزاف يعني نحن دا بعضناك أسماء باش أنت تعبوا على عائد ديالك نحن ما شي قلنا لك صنفناك مع هاد الخانة هالي دا بغا نبعدوا على الأسماء وهابشو عندك ونقول لك صحة الهوليوود سمايل الله يعطيك الهوليوود سمايل ونتنسو لك ما علاقة الناس مع الشهرة أو بالأخص الشهرة مع الهوليوود سمايل أي شخص تشاهده ومشده هوليوود سمايل ما السابق؟ هوليوود سمايل مع الناس اللي يلا تشاهروا ايه هو ما شاء الله تشاهده قال الفنانين ندابة نشوفهم ضيغين للهوليوود سمايل نعم كيف ما قال الفنانين كيف ما شاء أنا أول حاجة كتشوف المظهر ديالك أنا ما كان عاجبني رأس 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 لا لا عندما تتعيش بكاتك الحمد لله كنا نلاحظوا أنك في الانتربيو كنت تذكر إموغاجي وطاليس وماذا تحلم أن تعمل معهم؟ محلم جاء ممكن؟ ما أول من أهدافك مثلا؟ من الأهداف؟ مرحبا كانت أولاد الشعب كانت نجامل من المنطقة أغلبهم سباة وعندما يتعيش بينا في حيونا عبدالله عين الشرق أما أبناعهم رأسهم بأسهم لأني أفكره لأني أعمل معها ومعنى أي سابق أحد لديك إذا كانت لديك شرط يحتاجه إلى الجميع أو المشاهدينة التي تعملوا معه إذا تريد أن تتزم بهذا الشرط لا يوجد رأيك مثل القرآن ولا أعرف أحد المشاهد لذلك لا أستطيع أن أتحكم نحن معك وما هو الذي نديره سوف يجعله في المنزل السبكتاكي هل كانت ذوين غير قزوين أو غير معفر علينا؟ وما هو تبدلون؟ لا لا بشكل عادي غير الناس يرونك بأنك كانت تشارتي حيث من أنك تشاركت ولي تشاركت ولي أشياء ممكن تديرها يعني ما شاء تشارك إذا كنت مشهور غادي تبدأ تدير حوايج لي ما كيالي زعمها كنتك تدير مقبلكت ولي حاضراتك لا ما خسيش نديرها لا يمكنني أن يكون لديك رأسك لن ترى هذا ياسير تشارفت معي فدالك وشكرا لأنك ببيتي الدعوة ونتمنولك النجاح والتوفيق شكرا لأختي غانية تمنى لك أن تتوفيق ليك في هذا البرنامج ديالك والإخوان شكرا للطاقم التقني اللي معاك والسلام عليكم والسلام اشتركوا في القناة